بسم الله الرحمن الرحيم أكملنا تركيب الأعين الآن نبدأ أدوار التناقص في عمل الراس نبدأ الدور السابع عشر تلتاشر غرزة حجز زائد تناقص واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نشتغل كل الغرز غرز حشو إلى أن نصل مكان التناقص تلتاشر غرزة حشو كاملة ثم نقوم بعمل التناقص وصلنا مكان التناقص نأخذ غرزتين في غرزة واحدة هكذا غرزة أولى غير مكتملة نمرر الخيط من الكل نعيدها مرة أخرى نعمل غرزة حشو ولا نكملها ثم نعمل غرزة حشو ولا نكملها غرزة أخرى في الغرزة التي تليها ثم نسحب الخيط من الثلاث مرة واحدة تلتاشر غرزة حشو ثم تناقص نكررها ثلاث مرات إلى أن نصل مكان العلامة ونحصل على اثنين وأربعين غرزة حشو نسحب العلامة نبدأ السطر الثامن عشر وفي هذا السطر نشتغل خمسة غرز حشو ثم تناقص خمسة غرز حشو ثم تناقص نكررها ست مرات لنحصل في نهاية الدور على ستة وثلاثين غرزة حشو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم التناقص غرزتين في غرزة واحدة الغرزة الأولى لا نكملها الغرزة الثانية ثم نسحب الخيط من الجميع نكررها مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم غرزتين في غرزة واحدة وهذا يسمى بالتناقص نكرر هذه العملية ست مرات إلى أن نصل مكان العلامة وصلنا مكان العلامة حصلنا على ستة وثلاثين غرزة حشو نلاحظ كيف بدأ الشكل بالوضوح نسحب العلامة لندخل في الدورة التاسع عشر في هذا الدور أربعة غرز حشو زائد التناقص في الرابعة الخامسة والسادسة نأخذهم في غرزة واحدة واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة الخامسة والسادسة في غرزة واحدة هذا أول تناقص نكرر هذه العملية ست مرات لنحصل على ثلاثين غرزة حشو في نهاية هذا الدور أكملنا الثلاثين غرزة حشو كانت آخر غرزة حصلنا عليها غرزة تناقص نصحب خيط العلامة ندعه في بداية الدور ثم نبدأ في هذا الدور ثلاثة غرز حشو ثم التناقص نشتغل في هذا الدور ثلاثة غرز حشو اثنان الثالثة ثم نقوم بعمل التناقص نكرر هذه العملية ست مرات لنحصل في نهاية هذا الدور على أربعة وعشرين غرزة حشو كلما ارتفعنا في أدوار التناقص كلما بدأت دائرة الرأس بالدخول إلى الداخل وأخذ شكلها النهائي ثلاثة ثم غرزة تناقص نكررها ست مرات ست مرات حتى نصل إلى نهاية الدور وصلنا نهاية الدور بدأ شكل الرأس بالوضوح تماما نسحب خيط العلامة نسحب الخيط نضعه في بداية الدور ونشتغل في هذا الدور اثنين غرزة حش غرزتين حش ثم تناقص غرزتين حش ثم تناقص إلى نهاية الدور غرزة أولى غرزة الحشوة الثانية ثم التناقص إلى نهاية الدور لنحصل على 18 غرزة حش في نهاية هذا الدور غرزتين حش ثم التناقص إلى نهاية الدور غرزة حش غرزة ثانية ثم تناقص ثم تناقص وهكذا حتى نهاية هذا الدور وصلنا نهاية الدور الواحد وعشرين حصلنا على 18 غرزة حش نسحب خيط العلامة لنبدأ الدور الثاني والعشرين وفي هذا الدور أشتغل أربع غرز حش ثم أقوم بعمل التناقص أربع غرز حش واحد اثنان أكمل أربع غرز حش ثم التناقص غرزتين في غرزة واحدة وهكذا حتى نهاية الدور غرزة حش غرزة ثانية 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 رابعة ثم التناقص في نهاية هذا الدور نحصل على 15 غرزة حش وهذا آخر دور من أدوار الراس آخر دور من أدوار الراس يكون 15 غرزة حش في هذا الأرنوب الراس والجسم متصلين يعني نكمل العمل هذا آخر دور من أدوار الراس نتأكد أن لدينا 15 غرزة حش ثلاثة نتأكد نقوم بمراجعة الغرز واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اتناش تلاتاش 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 وآخر غرزة هي الغرزة الخمسة عشر أكملنا هذا الدور نبدأ أول دور من التزايد لندخل في جسم الأرنوب نضاعف جميع الغرز الخمسة عشر كل غرزة غرزتين حش أي نقوم بعمل تزايد في كل غرزة لنحصل على ثلاثين غرزة حش وهذا بمثابة أول دور من جسم الأرنوب تزايد في جميع الغرز لنحصل على ثلاثين غرزة حش بعد أن نكمل هذا الدور نقوم بحشو الرأس بالفايبر تزايد في جميع الغرز أكملنا هذا الدور نقوم بالحشو بالفايبر نسحب خيط العلامة ثم نقوم بحشو الشكل بالفايبر نحشو الرأس بالفايبر جيدا نقوم بتوزيع الفايبر على جميع الأطراف جيدا نستخدم أي شيء في إدخال الفايبر أنا قد استخدمت الطرف الآخر من إبرة الكروشي أي شيء يساعدني أقوم بتوزيع الفايبر على الجوانب جيدا أدخل الفايبر هكذا نقوم بالحشو جيدا ثم نوزع الفايبر على جميع الراس من الداخل لنحافظ على شكل الراس الدائري أكملت عملية الحشو بدأ شكل الراس متماسكا لا يبين الفايبر من فراغات غرز الحش أقوم بعمل غرز حشو متماسكة ثم أبدأ في إكمال جسم الأرنوم أكملنا بحمد الله عمل راس الأرنوم أتمنى أن تقوم جميعكم بالتنفيذ ونواصل هذه الورشة جميعنا لنصل إلى نهاية هذا العمل الجميل في الفيديو القادم سأقوم بعمل جسم الأرنوم الذي كما ذكرت هو متصل مع الرأس نلاحظ هنا أن الجسم متصل مع الرأس وأن جميعهم قطعة واحدة سنكملها إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله شكرا موسيقى 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 اشعر شكرا